السلام عليكم كنت متواجد في الجراح الخاص بشركة ZTE في MWC العام 2018 وراح تكلم عن تجربتي الاولية لعدد من الهواتف بداية مع سلسلة بلايد البلايد مكونا من V9 واللي راح يكون بطبقة زجاجية من الجهة العمامية وايضا من الجهة الخلفية وإطار من الألمنيو فنعم جود تصني أفضل مقارنة بما موجود في V9 Vita لكن طبعا راح يكون مرحب بشكل كبير جدا بالبصمات بينما Vita فهو يستخدم نفس المفهوم الموجود في One Plus 5 من الجهة الخلفية إطار من الألمنيو وطبقة زجاجية هي تستخدم الجوريلا جلاس الجهة العمامية على كل هاتف لكن شركة ما وضحت للأسف وش هي أو أي مستوى تستخدم من الجوريلا جلاس كلهم متفقان في مسألة أنه يستخدمان الMicro USB للأسف وليس الUSB الـ Type C لكن كلهم يستهدفان بالفئة الاقتصادية لأنه V9 بسيئة 300 دولار أمريكي بينما V9 Vita راح يكون بـ 250 دولار أمريكي سماكة V9 نفسها هي 7.5 مليمتر و140 جرامد بينما V9 Vita راح يكون 7.6 مليمتر والوزن كامل له للأسف وغير معلومة ما عندي أي معلومة لكن اللي يقدر أفيدك فيه في مسألة حتى البطارية 3100 مليمتر للـ V9 بينما Vita نفسها 3200 مليمتر طبعاً شاشة V9 وأيضاً V9 Vita تبنتوا بشكل رسمي جداً نظام العرض الجديد 18-9 إطار الشاشة من فوق وتحت موجود لكنه بمساحة أقل وخاصة أن يعتبر أفضل من إحدى تصميم مقارنتهم بـ Blade V8 جداً جداً يعتبر شيء مرحب فيه لكن 18.9 وتختلف درجة الوضوح لأنه V9 نفسه هو 1080P Plus بينما V9 Vita راح يكون 27 Plus مقاس الشاشة 5.7 إنش للـ V9 بينما V9 Vita راح يكون 5.45 إنش تدريوا الشيء الكويس جداً في كل الهاتفين أنه ZTE تبنت أنه راح تحط لك نظام الأندرويد القريب جداً من الخام تقريباً نفس ما هو موجود مع إضافات جداً بسيطة ما هو موجود في الـ Pixel 2 أو Pixel 2 XL نعم كلاهم يحملان البصمة في الجهة الخلفية وأيضاً خاصية الفيس أنلاك كلاهم يملكان كاميرتان بارزة بعض الشيء لكنه مفهوم الكاميرتين مختلفة تقريباً لأنه الأعلى في إمكانيات الكاميرا هو للـ V9 بما أنه راح يقدم لك 16 ميجابيكسل الكاميرا الأساسية زائد الخمسة ميجابيكسل فتحة الأساسية بواحد فاصل ثمانية والكاميرا الأمامية هي ثمانية ميجابيكسل طبعاً حسب موضحة للشركة ZTE أنه فيه يعني أشبه ما يكون بأكثر من الصورة لتكوين صورة بدقة 13 ميجابيكسل للكاميرا الأمامية أوكي ما فيه أي مشاكل للأمانة ما جربتها يعني لين تصنى النسخة نهائية وبعدين نشوف هل فعلاً فيه تطور ملحوظ فيه التفاصيل أو لا بينما لما ننتقل في V9 Vita هو 13 زائد 2 ميجابيكسل وجود 2 ميجابيكسل نفسه هو فقط في مسألة أنه تتحسن الصورة لما تصور في الإضاءة الضعيفة ما فيه مثبت بصري على كل الهاتفين للأسف والكاميرا الأمامية الخاصة بالVita هي 5 ميجابيكسل فلاحظ أنه الإمكانيات الخاصة بالكاميرا الفيتا أقل منها موجود في V9 بالنسبة للمعالج في الفارق لا يذكر لك أنه سناب دياجون 450 64 أو 4 جيجابايت 32 أو 3 جيجابايت ما الأدرين هو 506 وأيضاً يدعم لك شريحتين مع خيارة تدعي شريح ثانية بالذاكرة خرجية طبعاً هذه الموصفات ستكون لـ V9 بينما الفيتا نفسه سيكون سناب دياجون 435 أكتا كور مثل ما هو موجود في V9 لكنه أقل من ناحية الترددات الخاصة بالمعالج نفسه أدرينه حتى معالج جرسوميات يعتبر أقل 505 و 32 3 جيجابايت 16 جيجابايت على 2 جيجابايت ونفس الشيء شريحتين مع خيارة تبدال شريحة ثانية بالذاكرة الخارجية فعندك خيارات إذا تبغى شيء يعتبر كويس خذ V9 كاستخدام بسيط جداً مع المهام اليومية فعندك V9 Vita كلهم أصلاً بمعالجات من الفئة الاقتصادية فلا تتوقع شيء مذهل جداً فهذا فيما يخص بسلسلة V9 وأيضاً V9 Vita قل لي وش أفضل جوال عجبك هل هو V9 أو V9 Vita بالنسبة لي راح أقول لك نوبيا نوبيا Z17S هي قطاع برضو تابع لشركة ZTE وهذه العلامة التجارية جداً جداً محترمة صراحة لكن بواجهة أو بسوفتوير يعني صراحة أحترم هذا الشركة وأحترم ما تقدمه لكن السوفتوير كنت أتمنى يكون نفس ما تبنت الشركة مع سلسلة البلايد نعم فيه الطابع اللون الأحمر لازال موجود أزرار خاصة بالتحكم بالنظام تدعم تقنية اللمس المتعدد موجودة ونعم زي ما تعودنا مع سلسلة Z بشكل عام مع النوبيا أنه إطار الشاشة من يوليس صار ما فيه نهائي ما فيه لكن عندك بعض الحركات اللي ممكن تسويها وسبق أني استعرضتها وتكلمت عنها بعدد من هواتف النوبيا السابقاً لكن شي الميز في النوبيا Z17S أنه يملك أحدث المواصفات قلنا نتكلم عن سناب لاغن 835 3200 ميلي إمبير مع اليو سبي تايب سي لا أزيدك من الشربيت أنه يدعم لك ال QC 4.0 وهذا الشي جدا جدا ممتاز شريحتين أخيار ستبدأ للشريح الثانية بالذاكرة الخارجية 64 مع 6 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت الجنون وأيضا هذا الهاتف راح يتمد على نفس المفهوم الموجود في V9 أنه يستخدم إطار من المعدن وغزاز قدام وأيضا من وراه حتى أنه ما في 3.5 ميلي متر لكن الشركة أحسنت في تبني في مثالات أنه USB type C ممكن يقدم لك ال High Res وأيضا يدعم لك Dolby DTS فهذا أيضا موجود ففيه اهتمام ممتاز من ناحية الصوتيات الأزرار نفسها ما في أي تغيرات مكان السماعة صراحة أتحفظ عليه بشكل كبير جدا والشاشة المستخدمة هنا نظام العرض غريب جدا غريب 5.73 إنش نظام العرض 17 على 9 بدرجة وضوح 1080 في 2040 ولكن بتقنية IPS LCD مثل ما شفنا في V9 وأيضا في V9 Vita لكن مع ذلك أعتبر درجة وضوح أفضل منها موجود في V9 وأيضا في V9 Vita حتى تقول لي كم مرة قلت V9 Vita طيب الكاميرتين حتى سلسلة النوبية تبين لك أنه فيه اهتمام عالي في مسألة الكاميرا الخلفية عندك كاميرتين الأولى 12 ميجابيكسل ما فتحت العسة 1.8 خاصية دول بيكسل واللي تعني أنه سرعة عالية في مجال الفوكس أو التركيز التلقائي زائد كاميرا ثانوية 23 ميجابيكسل فتح 3.2.0 وأيضا فلاش LED مزدوج ملون وفيه خاصية التقريب البصري إلى مرتين بطارية غريبة بعض الشيء صراحة لأن البطارية كنت تتمنى تكون 4000 ميليمبير والكاميرا مامية كنت تتمنى تكون بدقة أعلى 5 ميجابيكسل فتح 3.2 طبعا زي ما أنتم ملاحظين أنه ما فيه مثبت بصري يعني في الإضاءة ضعيفة لازم تحافظ على ثبات الجوال لشان تطلع بنتاج كويسة على الرغم أنه يستخدم فتحة العسة ممتازة اللي هو 1.8 لكن تحفظ الكبير جدا فيه على سلسلة النوبيا هي الواجهة الصراحة من بعشاق واجهة سلسلة النوبيا لكن أدري وش راح تقول ممكن تركب لانشر وغيرها لكن اللي أقصد وأرجع وقوله أنه أتمنى أنه يتم تبني ما فعلت شركة ZTE مع سلسلة البلايد للعام 2018 أو أنت وشرايكوا أحد تجرب واجهة النوبيا إذا جربت قل لي وشرايك فيها شوفكم مخير إن شاء الله مع قلب السلامة